حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت أبا شعبة يحدث عن سويدي بن مقرئ أن رجلا لطم جارية لآل سويدي بن مقرئ فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة لقد رأيتني سبعة سبعة مع إخوتي وما لنا إلا خادم واحد فلا طامه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت رجلا من بني مازئ يحدث عن سويدي بن مقرئ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر فسألته عنه فناهاني عنه فأخذت الجرة فكسرته حثنا أبن نمير حدثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا ثم جئت وأبي في الظهر فصليت معه فلما سلم أخذ بيدي فقال أتأد منه فعفى ثم أنشأ يحدث قال كنا ولد مقرئ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ليس لنا إلا خادم واحدة فلا طمه أحدنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها فقالوا ليس لنا خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا أستغنوا فليخلوا سبيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر